نفس الموضوع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء التقى الدكتور خالد حنفي وزير التموين تناول اللقاء مناقشة تقرير حول ملفات الوزارة وما يتم اتخاذه من اجراءات بشأن توفير السلع بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد اللقاء تناول مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين بالبرلمان قدم وزير التموين شرح وافي حول الرد على هذه الاستجوابات النهاردة كان الظهور الاول لوزير التموين الدكتور خالد حنفي في مجلس النواب بعد ازمته الاخيرة الخاصة باقامته في احد فنادق الكبرى بتكلفة 7 مليون جنيه خلال عامين حضور الوزير النهاردة كان علشان مناشت عدد من طلبات الاحاطة المقدمة له في اللجنة بشأن محصولي قصب السكر والارس الوزير قال في تصريحات خاصة العين على البرلمان ان زيادة سعر طن القصب 100 جنيه للطن هيكلف الدولة اكتر من مليار جنيه ولهذا لا بد من تقديم دراسة حول المستفيدين من هذه الزيادة ولا بد ان تعتمد على الشق الاجتماعي وليس الاقتصادي من خلال تقديم طرح يضمن ان هذه الزيادة اتصب بالفعل في مصلحة المواطنين واكبر عدد من الاسر المصرية